تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك ومراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الصديقة ورؤساء الوزراء بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين والذكرى السادسة عشرة لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم أعربوا فيها عن صادق تهنيهم لسمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متمنين لسموه وفر الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والازدهار فقد تلقى سموه برقيات تهاني من كل من جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروني دار السلام فخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فخامة الرئيس مهند راجا بكسا رئيس جمهورية سرلنكا الديمقراطية الاشتراكية الشعبية معالي السيد ليكي تشيانج رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية معالي المهندس الحبيب الصيد الموقر رئيس الحكومة التونسية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة رئيس وزراء جمهورية سرلنكا الديمقراطية الاشتراكية الشعبية معالي السيد عبدالمالك سلال رئيس الوزراء بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة معالي السيد نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا معالي السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزة لسعود أمير منطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة معالي سيد منغالا سماواريا وزير خارجية جمهورية سرلنكا الديمقراطية الاشتراكية الشعبية